ترجمة نانسي قنقر خطط وبرامج متنوعة تعليمية وتثقيفية زيارات إلى مختلف أقطار العالم يقوم بها القائمون على مركز الملك حمد للتعايش السلمي تنطلق من البحرين حاملة بين طياتها وأنوى توجيهات لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عساء الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه في جعل التسامح والتعايش السلمي منهج عمل وحياة لكافة المجتمعات والحضارات الإنسانية أصبح لي مركز الملك حمد مركزا واضحا على الخريطة خيضة التعايش السلمي في العالمين بشكل عام وهناك في الحقيقة البصمة واضحة جدا للمركز على المستوى الدولي معظم البرامج والأنشطة التي قام بها المركز سنة أخيرتين كانت تهدف في الحقيقة إلى عكس ما هو موجود أو توضيح الحياة البحرينية من التسامح الديني ومن التعايش السلمي الذي طبعا تنعم به البحرين منذ السنوات للعالم الخارجي أفكار متميزة تطرح كل ما هو نوعي ومبتكر في مجال نشر ثقافة التسامح والتعايش السلمي من خلال مجموعة من المنح الدراسية يقدمها المركز في أعرق الجامعات لدراسة تخصص التسامح بين الأديان قطع مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي شوطا كبيرا خلال السنوات الماضية وحقق إنجازات على مختلف الأسعادة وخاصة تلك التي ترتبط بالتوعية بالتعايش السلمي في البرامج كثيرة أهمها كرسي جراءة الملك حمد في جامعة سبيانزا الإيطالية في روما الذي يحتوي على 250 طالب منحة يعني بعثات 250 طالب لدراسة التعايش السلمي والحوار والتسامح هذا تخصص جديد بالنسبة للجامعات بشكل عام وخاصة في هذه الجامعة التي تعتبر في الحقيقة من أهم أو أغلى من الجامعات في المنطقة تخصصات دراسية مختلفة تتمحور حول التعايش السلمي يقدمها المركز من خلال مجموعة من البرامج لمختلف شباب العالم خلال العام الماضي دشلنا هذا البرنامج وهو السايبر أو أكاديمية السايبر أو سايبر أكاديمي والتي طبعا تعتبر فريدة من نوعها تعمل على جذب الطلاب والطالبات والشباب بشكل عام من مختلف أنحاء العالم لكي يتحاوروا من خلال السايبر ويعملوا طبعا مجموعات حوارية لنغاش وتوصل لحلول جذرية لقضايا مرتبطة بالتوعية ومرتبطة بالتعايش السلمي والسلام مركز الملك حمد للتعايش السلمي بجهوده اللافذة بات أيقونة متميزة ليؤكد للعالم بأن المجتمع البحريني كان ولا يزال منارة للتعايش بسلام وتقبلي الآخر هذا المركز بات نموذجا فريدا من نوعه إقليميا وعالميا في مجال تعزيز الحريات الدينية والتعددية والتنوع الثقافي فضلا عن البرامج الدراسية التي يقوم عليها ليرتقي بشباب العالم في مجال التعايش السلمي خول لقرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر